موسيقى خلال استقباله سلطان طائفة البهرة بالهند الرئيس السيسي يشيد بدور الطائفة في ترميم مساجد واضرحة آل البيت والمساجد الاثرية بالقاهرة خلال تفاقضه مصانع العشر من رمضان رئيس الوزراء يؤكد سعي الدولة لتعميق التصنيع المحلية واجتذاب المصانع العالمية إلى أرض مصر قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتأمر بإخلاء سكان عدة مناطق بمدينة رفح الفلسطينية والتوجه إلى المواصل الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت الجرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين والأمير طاها نجم الدين والأمير حسين برهان الدين صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مصار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصائضة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز تعايش والسلم الاجتماعي كما نوها سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب عقب تفقده لعدد من مصانع العاشر من رمضان أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل التركيز على الاهتمام بقطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وفي مؤتمر صحفي أضاف رئيس الوزراء أن المكونة المحلية لمنتجات مصنع ساني بيور لتصنيع الأدوات الصحية يزيد على 75% النهاردة الحقيقة الثلاث مصانع اللي احنا كنا تفقدناهم يمكن بدأنا بمصنع كبير جدا حضركم يعني شفتوه معنا وهو متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية والحقيقة هو مصنع بكل المقاييس على أعلى مستوى عالمي ممكن تكون في هذه الصناعة والمصنع بالحقيقة بيصنع لكل البرندات العالمية يعني المصنع زي ما حرقكم شفتو بينتج لكل الأسماء العالمية اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها أنها دي أعلى منتجات في العالم وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله تصدير لأوروبا وحيبدأ التصدير لأمريكا وشفنا مدى يعني جودة العمل وأعلى مستوى والأهم التصميمات العالمية اللي بقيت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة وده الحقيقة كانت حاجة مشرفة وحاجة تفرح قلعة صناعية كبيرة جدا فيها أكتر من ألفين عامل وفيها يعني أكتر من مئة مهندس مصري التصميمات بتتعمل في مصر وضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تفقد مصنع بوش العالمي لتصنيع الأجهزة المنزلية وسيبدأ الانتاج خلال الشهر القادم أوضح مدبولي أيضا أن الدولة تعمل على التوسع في إطار جذب الاستثمارات في مجال إنتاج الهواتف المحمولة مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا شركة عالمية أوروبية معروفة كبراند عالمي وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة أنها تتواجد في مصر كان في أثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على أنهم لازم يبقى لهم هب هنا في مصر ادنا لهم الرخصة الزهبية خصصنا لهم الأرض إن شاء الله المصنع تبقى لمدير الشركة حيبدأ الانتاج في شهر نوفمبر القادم حيبدأوا صحيح بالبتجازات ولكن التوسع حيبقى للتلاجات والغسلات بعد كده وعندهم الخطط أنهم يغطوا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وده جزء مهم جدا أننا بنوري إزاي أننا بنستهدف الشركات العالمية أنها تيجي وتبقى موجودة معنا آخر مصنع اللي إحنا موجودين فيه وهو مصنع فيفو وده طبعا مصنع لأحد أهم المركات العالمية في إنتاج الموبايلات مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين ثلاثة فاتوا موبايلات بأكتر من مليار ونص دولار سنويا وكلها بتبقى استيراد النهاردة إحنا بنستهدف أن يبقى عندنا من أكبر خمس شركات عالمية بتنتج موبايلات حيبقى عندنا أربعة منهم بينتجوا في مصر ده واحد منهم وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لأن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة وتحقيق تحسن مضطرد في مصاري توطين الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات وتوفير فرص عمل وأضاف مدبولي أن الدولة تستهدف اكتذاب المصانع العالمية إلى أرض مصر المنتج الأهم اللي احنا كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وحيبقى الزيارات المستقبلية لفترة الجاية حنشتغل عليه هو مصانع السيارات وإحنا يمكن من خلال المجلس الأعلى للسيارات شغالين على هذا الموضوع بقوة دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات والنهاردة الاتفاقات اللي اتعاملت مع الشركات العالمية إنها هتبدأ تصنع منتجات جوى مصر بنفس النموذج اللي شفناه كنمازج نجحة في بعض الدول الأفريقية هيبدأ في مصر وإن المفروض إن المتوقع إن شاء الله أول خطوط إنتاج تبدأ تنتج السيارات في عام 25 وده حيبقى شيء خطوة كبيرة جدا وده شيء مهم جدا لإن مصر برضو كانت فاتورتها السابقة في السيراد السيارات أكتر من أربعة مليار دولار سنويا وكل ده عشان كده احنا بنركز الدولة بتركز والحكومة بتركز بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري إزاي أشجع الشركات العالمية إنها هتيجي تفتح هنا إزاي أحفزهم إن هم ينتجوا هنا عشان أقلل الفاتورة بتاعتي وكمان علشان أخلق فرص عمل وأدي فرصة للتصدير بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية جديدة في عدد من مصانع مدينة العشر من رمضان وذلك في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بهذه المصانع وقد استهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مصنع شركة سانبيور لتصنيع الأدوات الصحية وخلال جولته بأرجاء المصنع أكد مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مضطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات ورفع نسبة المكون المحلي وخلال جولته في مصانع العشر من رمضان التي تشمل مشروعات صناعية وسكنية جدد مدبولي التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب لدفع العمل بالشركات والمصانع المختلفة كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع إنشاء مصنع بوش الألماني للبتجازات في مصر وخلال الجولة دعا رئيس الوزراء إلى العمل على سرعة استكمال الإنشاءات وبدء التشغيل تمهيدا لدخول المصنع حيز التشغيل وبدء إتاحة منتجاته في السوق المصرية في أقرب وقت ممكن هذا وتتجاوز سثمارات المشروع خمسين مليون يورو كما يوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة هذا وقد تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع شركة فيفو للهواتف الذكية بالعشر من رمضان وخلال تفقده للمصنع أكد مدبولي اهتمام الدولة بتعزيز التواصل مع المصنعين من الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية بمصر خاصة الموجهة للتصدير مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في جذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع في مصر بقيمة مضافة محلية وعالية إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبوط نفذت مصر والأردن والإمارات عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة يأتي ذلك استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة لشعب الفلسطيني الشقيق والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة كثفت القوات الجوية المصرية طلاعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العجلة على شمال قطاع غزة وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلاعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصيدة للطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبرى لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة من جانبها رحبت مصر بنتيجة التصويت معتبرة أن صدوره يعد تكسيداً لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعترافاً بحقوق الشعب الفلسطيني سنوات تلو الأخرى وقضية حصول فلسطين على حقوقها المشروعة وفي مقدمتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من أولويات السياسة المصرية وها هي الآن تتكلل ببصيص أمل بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية كبرى لصالح مشروع قرار يمنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة قرار تاريخي رحبت به مصر معتبرة أن صدوره تكسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الإسرائيلية وأدعت جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن تمضي قدما نحو اتخاذ هذه الخطوة المفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية واستكمالا لدعمها الدائم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية خاصة أمام الأمم المتحدة دعت مصر على لسان مندوبها الدائم لدى المنظمة إلى العمل على سرعة إصدارها قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة تشدد مصر أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ومنها حق تحرير الأراضي الفلسطينية وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية واكتسابها العضوية الدائمة في الأمم المتحدة هي حقوق طبيعي وأساسية غير مشروطة أو مقيدة باعتبرات سياسية ونابعة من التساوي بين البشر في الحقوق ولذا ومع تقديرنا البالغ للقرار الصادر اليوم ندعو كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قراراً بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في أقرب الأجال 143 دولة صوتت لصالح مشروع قرار هو بالفعل تاريخي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وأوسط مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابياً وفق مشروع القرار فإن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاق المنظمة ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية المنظمة ممثل الدول الأعضاء أدلوا ببعض البيانات خلال الجلسة عللوا فيها تصويتهم على مشروع القرار فتترقت معظمها إلى أن فلسطين تستحق مكانتها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لاستفائها المعايير وبما يشكل تجسيداً لحق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف في تقرير المصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشهد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بنتائج التصويت المهم الذي تم إجراؤه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الطلب الفلسطيني لعضوية الأمم المتحدة كدد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بالتوصل إلى الحل العادل والشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين مع وجود دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وعاصمتها بالتوصل إلى الأمم المتحدة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن الدعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء القوة الدافعة لتأمين السلام في الحرب في غزة وأوضحت وونغ أن صوتا واحدا لن ينهي هذا الصراع الذي امتد طوال الحياة مضيفة أنه يجب على المجتمع الدولي فعل ما في وسعه لبناء القوة الدافعة لنحو السلام يأتي ذلك بعدما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض تسعة أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة تاجيل أستاذ تيسير بعد التحية يعني دعم لا محدود تقدمه مصر على مدار الساعة للأشقاء الفلسطينيين كانت آخر وأبرز حلقاته بأروقة الأمم المتحدة كيف تقيم هذه الخطوة؟ تحياتي يوسف بي لزميلتنا الغالية ولكل السادة المشاهدين والحقيقة احنا كلنا ساعدنا جدا بقبول فلسطين في الأمم المتحدة ب143 صوت شيء كويس قوي مصر قامت بدور متميز في دعم هذا الملف ومصر دايما مع القضية الفلسطينية ومع إخواتنا الفلسطينيين في حل كل مشاكلهم بقدر المستطاع وبضغط جامد وباجتماعات مستمرة وبانفاوضات مستمرة واهتمام السادة الرئيس بالقضية الفلسطينية اهتمام واضح أمام كل العالم كل الناس شايفة دور السادة الرئيس في محاولاته المستمرة في حل القضية الفلسطينية وفي دعم إخواتنا الفلسطينيين بكل المساعدات اللي احنا بنقدمها واللي وصلت لأكتر من 80% من المساعدات اللي دخلت لهم كل المجهودات اللي بتتم ده دليل على قناعة القيادة السياسية بأهمية دور حل القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت نتيجة اللي احنا شايفينه من العدو الصهيوني المحتل من التصرفات الغير طبيعية تجاه المدنيين بصفة خاصة وإهضار للمباني والإنشاءات وكل اللي احنا بنشوفه قدامنا وآخر حاجة الموقف اللي غير مقبول بوجوده على الجانب الآخر من المعبر عشان كده احنا كتحالف أحزاب مصرية وكأحزاب مصرية وكمصريين احنا مع القيادة السياسية ومؤيدين لها ومؤيدين لكل خطوات السيد الرئيس في حل والأجهزة المعنية معاه في حل هذه القضية ومهتمين جدا باخواتنا الفلسطينيين بكل ما قتينا لصالح حل هذه القضية واستقرار المنطقة بالكاد نعم أستاذ تيسير بشكل عام كيف ترى الموقف المصري وإصراره على الاستمرار في المصار التفاوضي مع الطرفين حتى اللحظة الأخيرة أعايز أقول لحضرتك وأتكلم كده ببساطة وبمنطقة الصراحة مفيش بديل على الحل التفاوض مفيش بديل على أن الموضوع ينتهي والصراع ده ينتهي وكل دولة من الدولتين زي ما سيادة الرئيس بيقول أن لازم كل دولة من الدولتين يعيشوا في أمان وبسلام مفيش بديل عن الكلام ده استخدام القوة بالشكل الغاشم ده ضد المدنيين بصفة خاصة أولا والتصرفات اللي بتتم الاستفزاز الطرف الثاني ده كله بيؤدي في النهاية إلى الضمار وإلى تحتها والمباني الخاصة بإخواتنا الفلسطينيين وغزر في سهبة النهاردة بيقولك عايزين عشرين سنة عشان نبنيها مرة أخرى بصالح مين الكلام ده كله بصالح مين ولادنا الصغيرين الأطفال اللي هم حقوهم إنهم يعيشوا فالموضوع لابد من إنه يتحل بالتفاوض وعلى مائدة المفاوضات وبتمنى أطراف اللي بتتفاوض أمام الخيادة السياسية المصرية يحلوا بقى مش يخرجوا علشان خاطر يتكلموا ويرجعوا وتحصل مناوشات ونرجع من الموضوع من أول ومرة تانية الموضوع صح لا يطاق وعملية بقت معقدة ولازم الموضوع ده يتحل بأي شكل كل العرب وإحنا كمصريين كمان نفترنا الموضوع يتحل واخواتنا الفلسطينيين يعيشوا في أمن وأمان إن شاء الله الأستاذ النائب تأسير مطر رئيس حزب إرادة جيل شكرا جزيلا لك تبدل مصر جهودا حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطع غزة وتجنيب المنطقة ويلات توسع الصراع وما زالت مواقف القيادة السياسية ثابتة بالتأكيد على دعم حل الدولتين ومنع تصفية القضية وإقامة دولة فلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية بأدواتها الدبلوماسية وحكمة قيادتها السياسية أثبتت مصر أنها رمانة ميزان المنطقة فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطع غزة تبزل مصر جهودا حسيسة للتوصل إلى تهدئة للأوضاع وإنجاز صفقة تبادل المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية حتى الوصول إلى مرحلة المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس التحرك والمفاوضات الأخيرة التي تقودها مصر تأتي في وقت بالغ الأهمية وهي بمثابة طوق النجاة لمنع توسع الصراع في المنطقة وتلاش أي تدعيات للعدوان الإسرائيلي على قطع غزة ولم تكتفي مصر بالاتصالات المكسفة التي تقوم بها القيادة السياسية مع كافة الأطراف بل اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة وأصبحت هذه الرؤية بما اجتملت عليهم المقترحات عملية بمثابة المحور الرئيسي لكافة المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب ثم مؤخرا في القاهرة المقترحات المصرية الأخيرة أطفت أجواء إيجابية على المفاوضات وحطيت بترحيب الأطراف المعنية ومن هنا برزت آمال هدنة ينتظرها سكان قطاع غزة حتى تتوقف تداعيات الكارثة الإنسانية ولا زالته مصر تسعى جاهدة لتجنيب أهالي غزة وإلى تشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح الفلسطينية مع تكسيف اتصالاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس من أجل منع تدهور الأوضاع في المنطقة واحتواء الموقف الذي يمكن أن يصل إلى نقطة لا عودة وعلى جميع المستويات وخلال جميع الاتصالات ومصار مراحل التفاوض المختلفة أكدت القيادة السياسية على عدد من الثوابت ومن بينها رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ثوابت لا تتغير ولا تتأثر حيث ظل الموقف المصري منذ اللحظة الأولى من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي يواصل المساعد دؤوبة لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تقف مصر ثابتة دفاعا عن القضية الفلسطينية وحفاظا على أمنها القومي تعتبر مصر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي بل وأهمها على الإطلاق لحفظ أمن واستقرار المنطقة برمتها والعالم بأسره ما بين وعد الدفاع عن القضية الفلسطينية وعهد الحفاظ على أمنها القومية تقف مصر بمواقفها الثابتة التي لا تتغير دولة ومؤسسات رسميا وشعبيا على قلب رجل واحد تأييدا للقيادة السياسية في القول والفعل أيما كان ومناصرة له في تصديه لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وحفظه لسلامة وأمن التراب الوطني جهود حثيثة بذلتها وتبذلها مصر على مدار الساعة دون كلال أو ملل عنوانها حفظ دماء الشعب الفلسطيني الذي يئنه تحت وطأة العدوان الغاشم على تاريخه وحاضره ومستقبله وانتصارا لنضارهم وحقهم قادت مصر جهودا دبلوماسية حثيثة وباقتدار في مواجهة الدعاءات الاحتلال الإسرائيلي وتوضيح المفهوم الصحيح للقضية الفلسطينية أمام المزاعم الإسرائيلية جهود تكللت بحجد المجتمع الدولي نحو التضامن مع الفلسطينيين ودفاع عن حق المدنيين الأبرياء إلى جنب حجد المساعدات الإغاثية من مختلف دول العالم إلى قطاع غزة بشكل مستدام وبينما تمضي مصر في إضافة محطات مضيئة لتاريخ دورها المحوري لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان تتشبث مصر بالقواعد الدولية والاتفاقات التعهدية وتؤكد احترامها للقانون الدولي في كل خطوة تخطوها أو تصريح تدلي به فمصر تعتبر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي بل وأهمها على الإطلاق لحفظ أمن واستقرار المنطقة برمتها والعالم بأسره وفي هذا الإطار تؤكد مصر دوما وأبدا على أن سياستها الخارجية ثابتة وراسخة تنتهج فيها التوازن والاحترام المتبادل وتحترم خلالها الالتزامات المتقابلة سياسة عنوانها المصالح المشتركة وقوامها الإصرار على الاستقرار وحفظ السلام كخيار الدولة الاستراتيجي الأول الذي لا تنازل عنه ومع إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في سياساته التصعيدية غير محسوبة العواقب تشدد مصر على أنها منفتحة على جميع الخيارات لتظل على عهدها مع الشعب الفلسطيني حارسة لحقوقه ومقدراته حتى يسترد أرضه كاملة وعلى وعدها للمصريين بالأمن والأمان ووعيدها لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري بالقول أو بالفعل ولا عزاء لمن ينسى أو يتناسى نسى تطبرت تبدلش عاجة ميدانياً أكدت حركة حماس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية ويفاق محالة المجاعة وفي بيان الله طلبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي إن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر بإخلاء السكان من مناطق شرق رفح الفلسطينية والتوجه إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصل وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي من السكان والنازحين في جباليا بشمال غزة وأحد عشر حيا في القطاع طلب منهم التوجه على الفور إلى مناطق غربي مدينة غزة ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تستعد لشن غارة عسكرية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية العسكرية المتوقعة في جباليا هي الثانية للقوات الإسرائيلية بالمنطقة بالتوازي مع أخرى في حي الزيتون إضافة إلى العملية المزمع تنفيذها في رفح الفلسطينية استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي لطائرات ومدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة الذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف مما أسفر عن عشرات الشهداء دون تمكن تواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب كثافة القصف كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الصبر وسط مدينة غزة بعشرات القذائف ما أدى إلى تضرر المنازل بشكل كبير أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وواحد وسبعين شهيدا وثمانية وسبعين ألفا وستمائة وواحد واربعين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي أوضحت السلطات أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ثمانية وعشرون شهيدا وتسع وستون إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مضيفا أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم في تقرير أمريكي وصف بالمتناقض انتقدت واشنطن طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة لتقطع بذلك خطوة كبيرة في انتقاد حليفها الرئيسية التقرير المقدم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس أكد أنه من المنطقية التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من التوصل إلى نتائق قاطعة فحوى التقرير المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة يشير أيضا إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع الجهود التي تدعمها واشنطن لزيادة المساعدات الإنسانية وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى وفي رد فعل أعقب صدور التقرير انتقد عدد من النواب فحواه من بينهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الذي اعتبر أن الإدارة الأمريكية تجنبت النظر عن كثب فيما إذا كان سلوك إسرائيل يعني قطع المساعدات العسكرية عنها معتبرا أن هذا التقرير يناقض نفسه فهو يخلص إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تجد عدم امتثال المسؤولون الأمريكيون في وزارة الخارجية انقسموا حول هذه المسألة ففي أواخر أبريل الماضي أثار مسؤولون في أربعة مكاتب داخل الوزارة مخاوف جدية بشأن سلوك إسرائيل في غزة وطرحوا أمثلة محددة قد تكون انتهاكا للقانون وقبل أيام وجه مشرعون من الحزب الديمقراطي رسالة إلى الرئيس جو بايدن أعربوا فيها عن اعتقادهم بأن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية تواجه إسرائيل سنامي دبلوماسيا وذلك على عدة جبهات بسبب انتهاكاتها في غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية يأتي هذا بالتزامن مع أعلان الولايات المتحدة وقف شحنة من الذخائر الثقيلة إلى إسرائيل بسبب إصرار رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو على الهجوم على رفح الفلسطينية صنامي دبلوماسي هذا ما تواجهه إسرائيل على عدة جبهات بسبب انتهاكاتها في غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية عزلة عالمية تواجهها إسرائيل أبرزتها صحيفة الجارديان البريطانية باستعراض جملة من المواقف الأوروبية المناهضة للعدوان على غزة والتي جاءت من خلال فرض عقوبات من عواصم أوروبية شملت منظمات وأفراد إسرائيليين كما تتصعد الضغوط في أوروبا من أجل فرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة وقف شحنة من الذخائر الثقيلة إلى إسرائيل بسبب إصرار رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو على المضي قدما في الهجوم على رفح الفلسطينية وفي الوقت ذاته تخضع تل أبيب للتحقيق في محكمة العدل الدولية فضلا عن الجنائية الدولية التي تدرس بحسب تقارير إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار ناهيك عما تشهده الجامعات الأمريكية والأوروبية من احتجاجات واعتصامات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة مطالبة بإيقاف آلة الحرب وإدانة العدوان الإسرائيلي دولياً في مقابل كل تلك الضغوط تمضي قوات الاحتلال بغرور نتنياهو وحكومته وبإصرار معاد للجميع على دخول رفح الفلسطينية متناسية العواقب الوخيمة لمثل تلك الخطوة على تل أبيب قبل غيرها في ظل ما تواجهه من مشاكل اقتصادية عارمة بسبب الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المتشبث بالحكم تشبث الغارق بات مدركاً أن وقف الحرب ونجاح المفاوضات وإطلاق صراح المحتجزين وخروج قواته المحتلة من غزة يعني محاكمته على سقوطه في اختبار غزة وفساده المستشري محاكمة تقوده إليها حكومة متطرفة أمام شارع غاضب ومعارضة متحفزة ففي عقيدة نتنياهو لتبقى الحرب أو ليموت الجميع وفق مجلس جامعة بارشلون على اقتراح لدعم فلسطين من خلال قطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع أي جامعة إسرائيلية أو معهد أبحاث أو شركة أو مؤسسات إسرائيلية يأتي ذلك وسط انتشار مخيمات الاحتجاج في عدة جامعة بريطانية تأييداً لفلسطين والمناهضة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلية في قطع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلية على قطع غزة لا تقتصر الخسائر الإسرائيلية على الجوانب السياسية والعسكرية في حسب بل على صعيد صورتها في المجتمع الدولي أيضاً دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمخاطر المتزايدة بشأن إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين لم تكن سوى البداية وذلك بعد انتفاض عدد من الجامعة حول العالم رفضاً للقرائم الإسرائيلية في قطع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار وفي إسبانيا وافق مجلس جامعة برشلونة على اختراح لدعم فلسطين من خلال قطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع أي جامعة إسرائيلية أو معهد أبحاث أو شركة أو مؤسسات إسرائيلية أخرى كآلية للضغط على إسرائيل لسنيها عن ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمطالبة بحل القضية الفلسطينية وفي أيرلندا أعلنت كلية ترينيتي في العاصمة دابلين الموافقة على سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرقة على القائمة السوداء للأمم المتحدة وذلك نتيجة لمطالبة عدد من الطلاب المحتاجين بذلك تضامناً مع الفلسطينيين في قطع غزة على صعيد آخر أعلنت رئيسة جامعة بروكسل أني مشاوس اعتزام الجامعة تقديم الشكوى للشرطة ضد الطلاب المشاركين في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة وفي هولندا أفادت وسائل أعلام محلية بتنظيم متظاهرين مؤيدين لفلسطين اعتصاماً في أحد مواقع جامعة أمستردام بعد يوم من اشتباكات بين متظاهرين من الطلاب والشرطة في العاصمة الهولندية وأوضحت جامعة أمستردام أنها ترغب في التوصل إلى حل مع الطلبة المتظاهرين ويأتي ذلك فيما أعلنت جامعة أتوريختا إنهاء الشرطة المحلية مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مكتبة الجامعة يأتي ذلك فيما تنتشر مخيمات الاحتجاج في عدة جامعات بريطانية منها أكسفورد وكامبريدج تضامناً مع غزة اشتركوا في القناة تنفيذاً لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنصيق مع كافة الجهات المعنية تواصل مصر دعم الأشقاء في غزة بالمساعدات الإنسانية ووصلت اليوم أول طائرة من إجمالية أربع طائرات مساعدات متوقع وصولها تباعاً محملة بخمسة ألاف خيمة سعة كل خيمة ستة عشر فرضاً هذا وقد قدمت مصر ثمانين في المئة من إجمالية تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شنغاراته على مدينة رفح الفلسطينية ما تسبب في غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها الإنسانية الاستقبالي وتجهيز المساعدات المختلفة المزيد يرصده لنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلاً بكم وبكل أستاذ المشاهدين لازلنا نتابع معكم التطورات الجارية أمام معبر رفح البري وأيضاً فيما يتعلق بالمساعدات التي تجهزها مصر نؤكد بداية على استمرار بوابة معبر رفح من الجانب المصري يعني تعمل وتفتح أبوابها لكن الجانب الآخر الفلسطيني لازالت البوابة مغلقة حتى هذه اللحظة نظراً لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر لكن مصر تجهز عدد كبير من المساعدات خاصة اليوم مطار العريش استقبل طائرة قادمة من باكستان على مسنها خمسة ألاف خيمة ضمن أربع طائرات سيصلون خلال الأيام القادمة وهذا ضمن الجهود المصرية فيما يتعلق بوجود سيارات الإسعاف المختلفة وأيضاً المساعدات المصطفى أمام معبر رفح ولازالت أيضاً الضغوط المصرية مستمرة والتحذير من خطورة التصعيد في مدينة رفح الفلسطينية وهذا ما أكد عليه السفير سامح شكر خلال اتصال هاتفي مع وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار وأيضاً الوصول إلى هدنة واتفاق لفتح الممرات مرة أخرى وعبور المساعدات التي تصطف بالألاف في معبر رفح ومدينة العريش هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش وأيضاً الوضع أمام معبر رفح البري والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى انتلقت اليوم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين وذلك تحضيراً لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري غداً الأحد تمهيداً لعقد القمة العربية الثالثة وثلاثين المقرر لها الخميس المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة تناقش هذه الاجتماعات تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة طارئة للتعامل مع التدعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجم عن العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين كما يتم بحث التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركية العربية والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن الفين وثلاثة وعشرين الفين وثمانية وعشرين وتكتسب القمة العربية الثالثة والثلاثين زخماً دولياً في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها تصدت لسلسلة من الهجمات الأوكرانية على أراضيها باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ أضفت الوزارة أن قواتها أسقطت واحداً وعشرين صاروخاً وست عشرة طائرة مسيرة في مناطق بلغرود وكورسك وفولغيرغاد الروسية من جانبه قال حاكم منطقة بلغرود الروسية إن رجلاً لقي حتفه وأصيب آخر وذلك بعد أن فدت طائرة مسيرة أوكرانية هجوماً على شاحنة متوقفة في قرية نوفستروفيسكا بيرفايا الحدودية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على خمس قرى حدودية في منطقة خاركيف بأوكرانيا حيث شنت روسيا هجوماً على المنطقة بالأمس وأوضحت الدفاع الروسية أن القرى الخمس تقع كلها مباشرة على الحدود مع منطقة بلغرود الروسية كان الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف قد أعلن في وقت سابق عن أن المئات فروا من المنطقة غدا تبدء موسكو هجوماً برياً وأضاف أنه تم إقلاء نحو 1775 شخصاً من المناطق المحاذية للحدود الروسية ترجمة نانسي قنقر تعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملي متر اعتباراً من العام الجاري وفي غضون ذلك أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي مشيرة إلى أن الاختبارات أثبتت أيضاً قوة القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ اعتباراً من العام الجاري كوريا الشمالية تعتزم تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملي متر ففي فبراير الماضي طورت بيونج يانج نظام التحكم بتلك الراجمات ما سيؤدي إلى تغيير نوعياً في قدراتها الدفاعية كما أجرت الشهر الماضي اختباراً لإطلاق قذائف جديدة تطور القدرات الدفاعية للقوات الكورية الشمالية يشير إلى قرب الحصول على تغيير مهم وفقاً للإعلام الرسمي في بيونج يانج وفي غضون ذلك أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الشمالي كيم كونج أون أشرف على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي محدث ثقنياً وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات أثبتت أيضاً قوة القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ لافتة إلى أن نظام الإطلاق الجديد سيتم نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة ويأتي ذلك في وقت يرجح خبراء بأن بيونج يانج التي تمتلك السلاح النموي قد تكون في طور تسريع عمليات الاختبار والإنتاج المدفعي والصاروخي قبل إرسال هذه الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا وتعد راجمات الصواريخ الجديدة رسالة من كوريا الشمالية للجارة الجنوبية في تصعيد لهجة ينذر بارتفاع درجات التوتر بشبه الجزيرة الكورية وتمر العلاقات بين الكوريتين بإحدى أسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينات من القرن الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء محادثات تستهدف صياغة ميثاق عالمي للمساعدة في مكافحة الأوبئة في المستقبل أوضحت المنظمة أن الدول لم تفلح في الوفاء بالموعد النهائي وستواصل المفاوضات خلال الأسبوع القادمة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة تهدف الوثيقة إلى جانب سلسلة من التعديلات للقواعد القائمة للتعامل مع الأوبئة إلى دعم دفاعات العالم ضد مسببات الأمراض الجديدة بعد أن قتلت جائحة كوفيد-19 ملايين الأشخاص انتهت أخبرنا وهذه تذكرة بالعناوية خلال استقباله سلطان طائفة البهرة الرئيس السيسي يشيد بدور طائفة في ترمين مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة خلال تفقده مصانع العاشر من رمضان رئيس الوزراء يؤكد سعي الدولة لتعميق التصنيع المحلي واكتذاب المصانع العالمية إلى أرض مصر قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتأمر السكان بإخلاء عدة مناطق في مدينة رفح الفلسطينية والتوجه إلى المواصل ختم نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة